يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا يوم جديد حلقة جديدة أهلا وسهلا بكل متابعي السادسة الحقيقة يمكن عندنا نقول كده فرصة للتقاط الأنفاس يعني احنا بنتكلم على سيزن يمكن يكون الأطول في التاريخ تقريبا تقريبا 15 شهر من بداية السيزن اللي لسه لغاية اللحظة دي ما انتهيش ولكنه الحقيقة حتى اللحظة موسم أكتر من ناجح نتمنى ان شاء الله ربنا يكمله على كل خير ويفرح كل الأهلوية في كل مكان ويكتب لنا الفوز بطولة أفريقيا 11 يوم بتفصلنا عن النهائي الحلم 11 يوم ممكن تكون قابلة للزيادة ولكنها في جميع الأحوال فرصة فرصة لحاجات كتيرة جدا بداية طبعا لما نتكلم على سيزن ممتد ل15 شهر يبقى بالتأكيد في حالة تعب وحالة إجهاد كبيرة جدا للفرقة خصوصا بعد خود مطشين في منتهى القوة مع الودات في لقائي قبل نهائي دوري الأبطال وبالتالي فرصة انك انت تدي بريك للاعيبتك وده اللي حصل بالفعل المستر موسماني ادى الفرقة راحها لمدة 48 ساعة فرصة كمان انك انت تعيد ترتيب أوراقك وتبص للنهائي بناظرة مختلفة وخصوصا انه النهائي مباراة من جولة واحدة أو لقاء من جولة واحدة ما عندكش فرصة الذهاب والقياب ما عندكش فرصة لقدر الله التعديل إذا ما كنتش موفق في المباراة الأولى ودي بيكون لها حسابات تانية خالص دي بتكون الحقيقة في أوقات كتيرة جدا فرصة خادعة فرصة من الممكن النوع يتهم استغلالها بشكل مردكش أو بشكل ما يخلكش توصل للنتيجة اللي انت عايزها وأنا بعتقد مستر موسيماني حاطت ده في اعتباره فرصة كمان أنك انت تذاكر المنافس سواء كان رجاء سواء كان زمالك تحط يدك على مواطن القوة تحط يدك على مواطن الضعف تفكر في التكتك والخطة اللي انت هتبني عليها أو هتبني بيها طريقة لعبك في المباراة الأهم كمان من أهداف الفترة دي نكتحافظ على فرقتك مش بس من الإجهاد نحاول كمان نشوف أوراقنا اللي ممكن تدعم الفرقة في مواجهة الرجاء أو الزمالك في نهاي دوري لأبطال أفريقيا ومهم والأهم إنه العيبة تتحمل مسئولية مش عايزين لتقدر الله في فترة 11 يوم دول أي إصابات من أي نوع سواء جوة الملعب أثناء التمرين أو سواء بره الملعب لقدر الله لقدر الله ناخد بنا عن نفسنا من كوفيد-19 اللي لأسف الأرقام في كل أنحاء العالم ابتدت تعالى مرة تانية أخبار فرقتنا إيه وإزاي هنبص على الفترة اللي جاية وإزاي بنستعد لنهاية أفريقيا ده هيكون عنوان حلقتنا النهاردة خلينا نروح لفصل ونرجع نبدأ مع حضراتكم أول أخبارنا في حلقة النهاردة أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية يعني كل الأهلوية طبعا متفقين إنه مشوار النادي الأهلي منذ بداية تولي بيتسو موسيماني للمسئولية مشوار أكتر من ناجح مش بس على مستوى النتائج لكن كمان على مستوى الأداء بشكل كبير خدوا بالحضراتكم إنه حتى اللحظة الأهلي لعب خمس ماتشات صعبة أو خمس ماتشات ولغة الكرة تقيلة ثلاثة في الدولة المحلي قدر إنه هو يفوز فيهم على المقاولين بعد كده أمبي ويتعادل وفي ماتش طبعا استثنائي إنه كن لعب فيه نقصين يعني لعب في ماتش بيريمتز وبعد كده رحنا الماتشات ماتشين الوداد ودول الماتشين اللي إحنا كنا شاهدين همهم طول السيزن تقريبا يعني كل الماتشات اللي كان بيلعبها في الأهلي في الدورة العام حتى بعد ما حسبنا البطولة كانوا استعداد وتجهيز الفرقة للمباراتين دول والحقيقة المباراتين دول أداهم النادي الأهلي بشكل خلينا نقول كده ولا أروع في الخمس مباريات الأهلي قدر يسجل تسع تجوال ثلاثة في ماتش أمبي واحد في ماتش المقاولين وخمسة في الوداد زهابا وآيابا وما دخلتش فينا غير هدف واحد بس طبعا الهدف اللي دخل في مباراة العودة في ماتش الوداد وبالتالي على كل مستويات أداء ونتيجة أعتقد أنه مشوار نجح جدا لبيتسو موسي ماني يكلل إن شاء الله بإذن الله بالنجاح ونحط عليه ختم النسر نسر الجزيرة بعد إن شاء الله بإذن الله منفوذ بطولة أفريقيا اللي بيتهيق ليهي الشغل الشغل لكل الجماهير والجهاز الفني واللعيبة والإقدارة النادي من اللحظة اللي أفلنا فيها صفحة الوداد قلت لحضراتكم طبعا أنه بعد ماتش الوداد في العودة في القاهرة الجهاز الفني قفل الصفحة ودى اللعيبة راحة لمدة 48 ساعة هتنتهي النهاردة إن شاء الله بدأتا بقى من بكرة يرجع الفريق لخوض التدريبات بشكل طبيعي عشان يستعد بدأتا طبعا عندنا ماتش طلاعي الجيش يوم السبت اللي جاي في ختام الدوري الممتاز ودى إن شاء الله هيكون الماتش للأهلي هيتوك فيه بطل الدوري وهيستلم فيه درع البطولة مبروك للأبطال حقيقة سيزن محدش يقدر ينكر أبدا أنه صعب على كل المستويات آلي حق عدد كبير جدا من الأرقام رغم كل العقبات اللي اتحطت بفعل فاعل أو حتى نتيجة ظروف طبيعية في مشوار الفريق لكن الحقيقة غيابات كتير قوي صبات كتير جدا لعيبة ثابت الفرقة توقف لمدة أربع شهور حرب إعلامية يعني ممنهجة كل ده الحقيقة كان يعطل مسيرة أي فريق الحقيقة لكن الأهلي تجاوز كل العقبات دي بنجاح وقدر إن هو يفوز ببطولة الدوري وإن شاء الله بإذن الله في الطريق بطولة أفريقيا وكاس مصر فيما يتعلق بقى بمطش الطلاع أنا يعني بين نارين حقيقة يمكن هنسأل النهاردة طبعا في على مدار الحلقة الأحسن أنه القوام الرئيسي للفرقة وده الاتجاه الأكتر والأكبر داخل الجهاز الفني بيفكر فيه أنه يريح اللعيبة يعني ممكن تكون مرهقة بفعل استمرار أو توصل المطشاط بشكل كبير عندنا عدد كبير جدا من اللعيب ممكن تبقى محتاجة ما عندهمش إصابات الحمد لله ولكن ممكن يبقوا محتاجين ياخدوا بريك طويل شوية عشان يبقوا فراش وجهزين لمطش الوداد ولا وده كان السؤال التاني والتفكير التاني أو التوجه التاني أنك أنت تحافظ على المستوى الرائع الرائع الحقيقة من الليقى البدنية والليقى الزهنية وحالة الانسجام اللي وصلت لها فرقة النادي الأهلي وتكمل عليها في طلاع الجيش وتبقى بروفة بين يعني بين التعجه ده والتعجه ده بيميل أكتر الجهاز الفني لفكرة راحة اللعبين وإنه يدي فرصة بقى أكتر للعيبة الصغيرة اللي طالعة وبتتمرى مع فرين نادي الأهلي أو اللعبة اللي كانت بعيدة عن الصورة ومشاركتش بشكل كبير ومتواصل مع النادي في الفترة الأخيرة على كل أحوال بيتسو موسيماني هيحسم يعني رأيه فيه خلال الأيام القادمة مطش طبعا طلاع الجيش ومس سبت اللي جاي من مطش الطلاع أروح لكابتن سيد عبدالحفيز الحقيقي احنا مفروض كمان عندنا في مطش تاني بس في حدود علمنا طبعا وده يمكن واحد من أخبارنا النهاردة مطش أبو إيرلي الأسمدة في دور التمانية في الكاس ده مفترض طبعا أنه هيتلعب في نهاية فبراير بعد التوقف للأجندة الدولية والمواجهة المتخب الوطني المصري لتوجو 14 و17 نوفمبر على التوالي خليني بقى أتكلم يعني إحنا حتى ملحناش يعني لسه في وقت فرحة الجماهير الأهلوية بفوز على فرير ودات زهابا وقيابا وصلنا خلاص النهائي خطوة عملاقة أنا بيتهيالي أنه أي مواطن مصري ملوش علاقة بالكورة يعني مش أكلم حضراتكم في زمال كاوي واسمعلاوي والتحداوي ومصراء يعني أنا هطلع من الانتماءات دي أنا بتكلم نهاردة على الناس حتى اللي ملهاش في الكورة عندنا فرصة كبيرة جدا 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 لأول مرة في التاريخ أنه فرقتين من مصر يوصلوا نهائي البطولة الأكبر والأقوى في أفريقيا وده شيء مشرف لدولة مصرية وشيء يفرح كل جمهور الكورة في مصر نطلع بقى من حتة الديقة يعني نطلع بقى من حتة الفتنة والعصبية والتعصق يعني ما أعتقدش أنه بأي حلم الأحوال من مصلحة ناس أنها تطلع إشعاعات اليومين دول على النادي الأهلي يعني أنا مش بكلم على الكورة أنا بكلم بحكم انتماءت كمصري يعني ما نفعش حد يطلع أخبار تطلع على أنه الشناوي مصاب وأنه تغير لأنه جات له أصابة في المباراة أو أنه في غرفة خلع الملابس في مشاكل بين موسيماني وبين اليوباجي يعني الكلام ده ملوش معنى وأساسا هو ملوش أساس من الصحة يعني أنا حتى يعني أنا لو افترضت أنه الكلام ده ليه أساس من الصحة ما اعتقدش أنه مطلوب أنه يتم تدوله دلوقتي على أقل تقدير إحنا مش عارفين مين منافس النادي الأهلي لغاية اللحظة في نهائي دوري الأبطال يعني ماذا لو لقدر الله استطاع الرجاء البيضاوي أنه هو يعمل ريمونتادة ويعود خسارته على الملعاب واحد سفر والأهلي طلعها يلعب الرجاء ليه نكشف أوراق نادينا اللي بيمثل مصر دلوقتي مش بيمثل بس الأهلوية ليه نكشف كل أوراق النادي أمام المنافس محتمل ده دي وجهة نظر وجهة النظر التانية خلونا نركز أكتر في أن احنا نفرح بالنادي اللي وصل يعني بدل من نركز أن احنا نسلط الضوء على مشاكل جوى النادي خلونا نركز في فرحتنا وندعم النادي اللي بيمثل المصريين كلهم في دوري أبطال أفريق يعني كل أحوال كابتن سايد اتكلم على موقف عدد من اللعيبة اللي كان عليها كلام في الفترة الأخيرة يعني فيما يتعلق طبعا بمعلول الأول وعدم مشاركته في مباراة العودة أمام الودات خلينا هنا يعني أشيد بموقف معلول وأشيد بموقف مسيماني حضراتكم عارفين طبعا أنه معلول من أهم مفاتيح لعب النادي الأهلي في الفترة الأخيرة لعب يعني الحقيقة من أكتر الصفقات اللي جات مش في الجلدة في تاريخ النادي الأهلي من خارج مصر كانت إضافة حقيقية للنادي الأهلي واللعب نفسه الحقيقة تشعر أنه يعني اتولد وتربى وعاش داخل جدران القرعة الحمراء كم الانتماء اللي بيعبر عنه معلول في الملعب وبرى الملعب للنادي الأهلي لا يوصف الحقيقة ولا يقدر بتمن وشيء على رأسنا من فوق واحد من أهم من لجوم الفرقة في السيزن الحالي وأنه ما يشتركش في المباراة الأخيرة كان لأنه زي ما قال كابتن سيد عدد الحفيز هو شعر قبل المطش بيوم واحد بحالة إجهات في العضلة الخلفية مدير فني تاني يقول لك لا أنا ما استغناش عن معلول يعني جهزوا بأي شكل من الأشكال خصوصا أنه مباراة مهمة جدا نتيجتها تتوقف عليها تأهل الأهلي من عدمه لمباراة نهائي دولي الأبطال البطولة الأهم والبطولة اللي هتبقى إنجاز كبير جدا لصالح موسيماني لكن نفس الراجل ده قال لك لا رايح معلول أنا مش هلعق رغم أنه المطش مهمة جدا ومعلول نفسه على الناحية التانية رغم أنه عنده إجهات في الخلفية أخص لكو يعني إيه فريق الأهلي فريق بطولات ده بالنسبة للمعلول بالنسبة لبطولة كابتن سيد قال لك ما فيش أي مشكلة تماما وما يحكم اشتراك اللعبين في النادي الأهلي من عدمه في المباراة هي الرؤية الفنية لبيتسو موسيماني وكل مطش ليه ظروفه وكل مطش ليه احتياجاته وبناء على رؤية موسيماني بيتم اختيار اللعيبة الأجهز والأنسب وما فيش أي نوع من أي خلافات بين موسيماني وبين بطولة اتكلم كمان على ربيعة جابتن سيد قال إنه ربيعة إن شاء الله بإذن الله هيتعافى من صبته قريب جدا وهيرجع وهيدخل في تمرينات الفريق إن شاء الله في أقرب فرصة اتكلم طبعا إنه الموسم طويل قوي بنتكلم زي ما قلت حترككم بنتكلم في موسم ممتد لمدة 15 شهر وحتى اللحظة دي ورغم حالة الفرحة والتفاؤل مقدرش أنكر إنه الفرحة دي مصحوبة بتفاؤل كبير جدا لأنه بمنتهى الصراحة الأهلي مع موسيماني استعاد الروح والشخصية مرة تانية يعني الحقيقة إحنا شايفين نفس الأماشة ونفس الفرقة اللي كانت بتواجه انتقادات كتيرة جدا من جماهير قبل الإعلام الإعلام اللي أسميه بين قصين كده أنا آسف يا الإعلام المضاد اللي بيستهدف دايماً أي مشكلة في الأهلي ويحاول يسلط الضوء عليها ويعمل منها أزمة كبيرة ويكبر المشكلة لكن في وقت من الأوقات خدوا بالحضراتكم إنه جماهير النادي الأهلي كان بتستجيب أنا أكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحة كان بتستجيب وكانت هي نفسها يعني على صفحات السوشال ميديا جزء أنا متأكد أنه بيبقى لجان إلكترونية لأنه زي ما فيه في السياسة كده ميليشيا إلكترونية فيه في الرياضة كمان للأسف شديد جدا اللي جاء الإلكترونية بتتحرك وتخش على الصفحات وبتحاول أنها توجه تعمل طيار توجه من خلاله الجماهير كانت سهام الانتقادات بتوجه لنفس اللعيبة يعني أنا أقول لحضراتكم مثلا أنه هدف أفشة في الدار البيضاء في مركب محمد الخامس الأول هو اللي فتح الباب الانتصار مهم جدا وفوز مهم جدا حاول أهلي على الوداد في ملعبه ونفس الحكاية هدف مروان محصن المبكر جدا هو اللقاضة على ساد القاهرة هنا في مباراة العودة أمام الوداد هو اللقاضة تقريبا وأحبط الحلل أو الروح المعنوية أو البنى الخططي اللي كان باني عليه فرقة الوداد أملهم في أن هم يرجعوا مرة تانية ويعملوا الريموتادة قدام الأهلي أفشة ومروان الاتنين دول أكتر العيبة يمكن يكونوا تعرضوا الانتقادات على مدار الموسم وده شيء الحقيقة يحسب لهم بشكل كبير جدا أنهم مركزوا وكان ردوهم في الملعب طيب نروح لللجنة الخماسية اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة الحقيقة اللجنة الخماسية قررت أو استقارت أنها هتلعب هيتم إقامة مباراة الأهلي وبقير الأسمدة في نهاية شهر نوفمبر طبعا المطش ده في دور التمانية المسابقة كاس مصر الموسم 2019-2020 وتحديدا حددت أيام أو أحد أيام 21 أو 22 نوفمبر وده طبعا زي ما قلت لحضراتكم بعدما الكرة أو النشاط هيتقف في الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر عشان إن شاء الله منتخبنا الوطني عنده مطشين في غاية الأهمية هنا هنلعب قدام توجه يوم 14 ونسافر على طول عشان نلعب بعدها بتلات يام يوم 17 6 نقاط مهمة جدا في مشوار منتخب مصر الوطني عشان إن شاء الله يتأهل لكاس الأهم الأفريقية 20-22 في الكاميران من ضمن الأندلة تأهلت لدور التمانية طبعا الأهلي والزمالك نادي مصر أبو إيل الأسمدة طلع الجيش تحدي السكنداري ودول الحقيقة يعني من الفرق اللي تأهلت في المسابقة والزمالك هيواجه في نفس الدور ده فريق مصر في دور التمانية طلع الجيش طبعا زي ما حضرتكم تتذكروا تخطى عقبة بيراميدز تحدي السكنداري تأهل الدور ده بعد ما قدر يتجاوز المقاولون العرب كل التوفيق يعني السلسية بقى يعني بتحيق لي ما فيش ما فيش ظروف مناسبة وما فيش حالة فواءان إن شاء الله بإذن الله زي اللي احنا عايشينها وإن شاء الله تستمر ويقدر إن شاء الله فريق نادي الأهلي إنه هيحصل على دور الأبطال وعلى إن شاء الله بطولة كاس مصر نروح لمطش النهائي مطش النهائي أنا طبعا يعني أنا متأكد متأكد هو يمكن ما فيش كلام رسمي عن الكلام ده بس أنا متأكد إذا كانت المباراة النهائية هتتلعب بين الأهلي والرجاء فبالتأكيد بالتأكيد المباراة هتقام بدون أي حضور جماهيري ولكن ولكن إذا ما كان طرفي اللقاء الأهلي والزمالك فأنا بتوقع أنا شخصيهم بتوقع وكلام ده على مسؤولية الشخصية هذا الكلام يعني مش عن مصدر رسمي بس أنا فيه توقعي إنه المباراة دي هيسمح فيها بحضور جمهور بالنسبة لوزارة الشابب الرياضة دكتور أشرف صبح وزيري الشابب الرياضة قال لك حضور جمهور من عدمه في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا ملناش علاقة به مش من اختصاص وزارة الرياضة القرار في الموضوع ده في الشأن ده تحديدا هيكون الاتحاد الأفريقي لأنه هو صاحب السلطة في البطولة وهو اللي بيشرف على تنظيمها من البداية خصوصا طبعا حضراتكم عارفين إنه يعني فيه زروف معينة تم استكمال البطولة فيها وكان عليها كلام كتير جدا فيما يتعلق ب إنها تقام في أدوارها النهائية بطولة مجمعة لا زهاب وعودة إذا تم الاستقرار إنها تكون زهاب وعودة حتى بلوغ المباراة النهائية ويتم عمل مباراة من جولة واحدة وزيري هذا كمان الحقيقة يمكن حتى ده كلام تنشر في بعض الصحف في تصريحاته قال إنه مصر جاهزة لاستقبال النهائي أي إن كان الطرفين اللي هيوصلوا للمباراة النهائية لكن مسألة الحضور الجماهيري ده قرار طبعا زي ما قلت لحضراتكم تابع للكاف وإن كنت أتوقع كمان يعني أنا قلت طبعا إنه شرف كبير للرياضة المصرية وللكرة المصرية وهي مناسبة مهمة أنت بتستضيف المباراة يعني حتى ولم لو ولم يكن طرفي اللقاء مصريين أعتقد إنه يهم مصر جدا إنها هتقدم المباراة دي بشكل راعي وتستغل الحدث لجذب وسائل الإعلامة المختلفة اللي بالتأكيد هتكون عايزة تغطي حدث منه ده فبالك بقى إنه أنت بتستضيف المباراة على أرضك وإن شاء الله إن شاء الله يكون الفريقين اللي وصلين للنهائي فريقين مصريين يعني البطولة فايز بيها نادي مصري نتمنى طبعا النادي الأهلي وإن شاء الله بإذن الله هيكون نادي الأهلي وبالتالي حدث مهم جدا عشان تكمل صورته من الممكن إنه كمان الدولة يكون لديها إرادة إنه يكون في جمهور حاضر للمواجهة دي وده اللي نتمنى أعتقد تفرق بشكل كبير ما أعتقدش طبعا هيبقى بالشكل التقليدي ومدرجات تبقى مليانة على آخرها ولكن ممكن يكون حضور يعني بسيط بشكل نسبي يدي شكل للمباراة أفضل بكتير جدا من المدرجات الخالية هيلعب نهضة بركان في نهائي بطولة الكونفيدرالية كل التوفيق لنادي بيراميز نتمنى إن شاء الله بإذن الله أنه يرجع من المغرب حامل لكاس البطولة خلينا نروح لفاصل ونتواصل مع حرارتكم في السادسة معنا شوية جوال من مطشات أوروبية أكتر من رائعة قبل بقى من ندخل في ملفات مباراة الأهلي والرجاء أو الأهلي والزمالك في نهائي دوري الأبطال تعالى خير وأهلا وسهلا خليني أقدم لحضراتكم بقى فخر بولندا روبرت ليفاندوسكي هو مش واحد من هو الحقيقة يمكن ليفاندوسكي في الفترة الحالية يعتبر أقوى مهاجم أقوى رقم تسعة على وجه الكوكو كله الحقيقة مقدم موسم أكتر من رائع وفي المباراة الأخيرة البال ميونيخ مع انتراكت فرانكفورت سجل رقم قياسي جديد هو في المطش ده سجل هاتريك يعني سجل ثلاث جوان وساهم في فوز الفريق بخمسية نظيفة على فرانكفورت في ملعب أليونز أرينا المطش ده تلعب أمبارح والحقيقة بمناسبة البيرن يعني ساعات كتيرة جدا بشوف يعني تشابهات كتيرة جدا أو عناصر تشابه بين الأهلي وبيرن ميونيخ بشكل كبير بداية طبعا بيرن ميونيخ واحد من أكبر أنديت أوروبا وأكبر نادي في ألمانيا وفي سيكوينز كده ممكن يبقى لطيف لو حضراتكم تبعتوه يمكن يكون إن شاء الله ببشرة خير بايرن ميونيخ في ما يتعلق بالحصول على البطولات القرية ماشي كده تتتت مع النادي الأهلي يعني إحنا بنتفوق عليه في إن إحنا قدرنا نحصل على ثمان بطولات هو حصل على ست بطولات لكن من ناحية من ناحية العشرية يعني كل عشر سنين كده تلاقي فيه تشابه بين البطولات اللي بيحققها بايرن ميونيخ والبطولات اللي بيحققها الأهلي إحنا يمكن أول بطولات الأفريقية بتادينا حققها في التمانيات ودي كده فترة التواهج لبايرن ميونيخ التسعينات إحنا بعيدنا شوية عن أفريقيا وهو كمان بعد عن البطولات الأفريقية واستعد رغونقه في بداية الألفية وده برضو اللي حصل مع النادي الأهلي في آخر عشر سنين آخر بطولة قرية على مستوى دولي الأبطال قدر يحققها بايرن ميونيخ كانت 2013 وده برضو نفس اللي حصل مع النادي الأهلي والسنة دي قدر بايرن ميونيخ إنه هو يتوج مرة تانية بدوري أبطال أوروبا وإحنا إن شاء الله بإذن الله هنقدر نتأهل أو تعهلنا للنهاية ونقدر إن شاء الله إن احنا نتوج كمان بدوري أبطال أفريقيا خلينا نشوف مساهمة ليفندوفسكي مع زملائه في بايرن ميونيخ ومع اليرويساني صفقة اللي يمكن تكون مهمة جدا وإضافة كبيرة لبايرن ميونيخ في الفوز على انترخت فرانكفورت وهو الحقيقة نسيت أقول لحضراتكم مرة كمان إنه من الحاجات أوجه التشابه يعني إنجاز التعبير بين الأهلي والبايرن هو إنه البايرن ما بيقفش على حد يعني لو بصنا للبايرن الحقيقة في طريق إدارته للعناصر اللي بيستقطبها للانضمام للفريق إحنا بنتكلم على مدرسة ما بتعتمدش قوي على النجوم اللي معيار التقيل ما بتعتمدش قوي على الصفقات اللي بتهز المركاتو يعني ما تحسش إنه الناس دي بتدور على لعيبة من عيار ليو ميسي ونيمار ودون طبعا كيستيانو رونالدو لا الحقيقة الناس دي بتدور على العناصر اللي تخدم الفرقة اللي تكمل الدايرة اللي تكون بتمثل إضافة بصرف النظر عن مدى نجوميتها وعن سعرها وعن آخر والدليل يعني لو بصنا مثلا في آخر موسمين ثلاثة ميشي منهم منتخب العالم يعني ميشي من عندهم فرانك ريبري ميشي من عندهم أريان روبين السندي ميشي كوتينيو ميشي تيجو على الكنتارة يعني بتكلم على كل اسم من دول يشيل فرقة بحلها ورغم كده الحقيقة مشواره ومسيرته لا تتوقف وبنشوف بدلهم عناصر تانية ما كانتش ملء السمع والبصر زي ما بيقولوا يعني محدش في العالم كله كان يسمع على العيب اسمه جنبري مثلا أو محدش كان عارف إمكانيات العيب تقيلة قوي زي كونان أو ليرويسان ليرويسان طبعا اللي بيتابعوا دول الإنجليزي كان متقلق مع المانسيتي لكن عصد أقول ما بيدوروش قوي على أسماء الرنانة والصفقات اللي بتدفع فيها ملايين وده واحد برضو من أكتر الحاجات اللي بتميز بار ميونيخ عندي 13 جول في ماتشو ده رقم قياسي جديد الحقيقة يعني يحققوا واحد من أقوى فرق هولندا آيكس أمستردام قدر أنه هو في مباراة واحدة يسجل 13 جول ويفوز بنتيجة 13-0 على فريق فينالو عشان أحكي لحضراتكم المباراة أنا عايز وقت طويل جدا فأنا الكلاسيكو دي لاس كلاسيكوس ده طبعا اللقب اللي بيطلق على مباراة الريال وباشرونة مباراة كوكب الأرض كله لغاية سنتين فاتوا كان بيبقى حريص على متابعتها دربي من أقوى الدربيات الحقيقة يمكن مباراة كانت بتشهد حالة صراع وندية ومتعة لسنين وسنين وسنين طويلة وفي أجيال اللي فتحت عنها على الكرة كانت دي بالنسبة لهم المباراة الأهم على مدار السيزن كله ويمكن تكون المباراة اللي بتتساوى في أهمية المتابعة والمشاهدة مع نهاية كراس العالم أو نهاية شامبيونز ديك ده كان حال الكلاسيكو دي لوس كلاسيكوس لكن ولكن حقيقة بتفهمش إيه اللي حصل بتفهمش إيه اللي حصل مش بس اللي ماتش ده بتفهمش إيه اللي حصل للدوري الأسباني كله اللي الحقيقة كان يعني بيتمتع بنجاح كبير جدا وبيتمتع بنسب مشاهدة ومتابعة كبيرة جدا ولكن إلى حد كبير فقد بريقه هل ابتعاد رونالدو وتراجع مستوى ميسي أثر بشكل كبير تبعنا طبعا المباراة الأخيرة اللي قدر ريال مدريد أنه هو يحسمها بنتيجة 3 ل 1 أمام برشلونة والحقيقة هنا هنتبع مع حضراتكم طبعا المؤتمرات الصحفية لرونالد كومن المدير الفني لبرشلونة وزين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد ولكن الحقيقة في حاجات كتيرة جدا ممكن تكون مش مفهومة في الوقت اللي بيبدو فيه كومن تصادمي إلى حد كبير جدا حقيقة في اسلوب إدارته للفريق اتكلم طبعا عن مشاكل كتيرة جدا بيعاني منها برشلونة في الفترة الأخيرة ويمكن فيه أنباء كتيرة جدا ترددت عن سوء علاقته مرة تانية بلاين الميسي بعد بعض التصريحات اللي نشرت على وسائل الإعلام الهولندية اللي اتكلم فيها عن ميسي بطريقة ما لقيتش قبول عند نجم برشلونة نجم كتالونيا ويبدو أن العلاقة توطرت بشكل كبير على الرغم من أنه كتيبة مدججة بالنجوم ما زال الحقيقة البارسة يعني بيدمه بين صفوفه عناصر مميزة جدا بنشوف أسماء زي طبعا ليو ميسي زي جريزمان زي بيكي زي عثمان ديمبلي يعني احنا بكلم برضو على فريق تقيل جدا ورغم كده تعرض لخسارة أمام الريال ما كانتش متوقعة ليه ما كانتش متوقعة لأنه الريال في آخر مباراة ليه سواء في الدوري المحلي أو في الشامبينز ليج تعرض لخسارتين تحت قيادة زيدان غير متوقعين على الإطلاق الخسارة الأولى كانت أمام شختار والخسارة الثانية كانت في الدوري المحلي أمام فريق مجهول اسمه قادش عشان كده الحقيقة كل التوقعات كانت بتشوف أو بتصب فيه جزئية أنه البرسة هيدخل مباراة سهلة أمام الريال ولكن طبعا حدث ما لم يتوقعه تقريبا تقريبا الجميع وقدر الريال أنه يحسم المباراة لصالحه بنتيجة 3-1 البرسة في الوقت نفسه لازم يلملم أوراقه بسرعة جدا وعنده مواجهة ملعارة تقيل وده مطش برضه أعتخد أنه كل عشاء الكرة في انتظاره على أحر من الجمر طبعا مواجهة الدون مع الليو مرة تانية رونالدو مع ميسي اليوفي مع البرسة مباراة في الشامبينز ليج هتبقى تحت أنظار ومحط اهتمام كل عشاء الكرة في كل أنحاء العالم نرجع بعد فاصل نتمناه سريع ونكلم حضراتكم طبعا مع ضفنا كابتن عادل طعيمة نجم النادي الأليه يكون ضفنا النهاردة في السادسة ونتكلم بقى عن قرأته للفترة اللي جاية الفترة التحضيرية وأهم الحاجات اللي تهم ميستر موسيماني ويبني عليها خطته لمواجهة الرجاء أو الزمالك في مباراة نهائي دوري الأبطال بعد الفاصل مصر كلها النهاردة بتتكلم على موسيماني والبداية القوية والبداية النكحة ليه مع النادي الأهلي في الوقت اللي بفتكت بس من خمس مطشات فاتوا كانت ناس كتير جدا بتحط على اسم موسيماني علامات استفهامه كانت قدرة النادي الأهلي بتتعرض لموجهة من الهجوم أو خليني أقول الانتقادات على اختيارها لمدير فني جنوب أفريقي لتولي مسؤولية النادي الأهلي في هذا التوقيت الحرج نرجع بس للحظة دي عشان تتخيل حجم الضغوط اللي كانت وقع على بيتسو موسيماني أول أنواع الضغط هو اسم النادي الأهلي حجم ومكانة النادي الأهلي وحجم الشعبية اللي بيتمتع بيها نمرة اتنين التوقيت الصعب جدا وانت بتتولى مسؤولية النادي قبل أيام بسيطة جدا من قبل نهائي أكبر بطولة في القارة الأفريقية وهتلاع فيها فريق من أتأل الأسماء على مستوى القارة فريق الوداد المغربي وأنت مطالب بالفوز نمرة ثلاثة حالة الهجوم كتيرة اللي حصلت طبعا على اختيارك لتولي المسؤولية ولكن كل دا الحقيقة ما أثرش على الرجل وقدر يقدم أوراق اعتماده بداية لجماهير النادي الأهلي ثم للإدارة اللي كانت موفقة في اختياره يبقى أو تبقى الخطوة الأهم وقلت لحضراتكم أنه عندنا 11 يوم فرصة نستعد فيها الأهم 90 دقيقة وأصعب 90 دقيقة مش في الموسم الحالي بس يمكن على مدار السبع مواسم الأخيرة وتحقيق حلم النجمة التسعة نستغل خبرة نستغل رؤية كابتن عادل طعيمة عشان نقرأ كيف يستعد الأهلي لمواجهة المنافس المحتمل سواء كان رجاء أو زمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا نرحب به في البداية نقول له مساء أخير يا كابتن عادل أهلا وسهلا بك شرفنا في قناة نادي الأهلي طبعا شرف دينا وجودك معنا بداية وقبل ما أدخل بس في المباراة النهائية عايز رؤية حضرتك لمشوار موسماني قلت أنه بدأ بداية قوية لعب خمس مطشاط الثلاثة في الدوري المحلي وتلاثة من العيار التقيل مقاولين زمالك مقاولين أمبي بيرميدز وبعد كده مواجهتين برضو على مستوى عالي من الصعوبة مع الوداة زهابا وإيابا في بطولة إفريقيا واسلوبه فيه مش عايز أقول نقلة نوعية لكن الحقيقة الرجل كان صاحب بصمة في خلال فترة بسيطة أو قصيرة جدا مع تولي مسؤولية النادي الأهلي بسم الله الرحمن الرحيم بداية ظروف الاختيار بتاعة موسماني فيلر عمل فترة كلنا كنا بنشيد به حتى هنا في القناة ثم بعد الكورونا حصل لأخبطة جمدة في ظروف عايز يمشي قبل الماتش الوداد بأيام قليلة أي إدارة في الوقت ده تبقى في حيرة شديدة جدا وانت بقى لك مدة بتعاني انك انت عايز تاخد البطولة الأفريقية عملية الاختيار أنا قلت مرة واثنين وثلاثة منطقية وعقلنية بدرجة كبيرة جدا اختيار مسلماني حاجة تقصد؟ طبعا الاختيار لما أنا أجايب ألاقي بالصدفة مدرب عنده فكرة عني يعني لايك ضدي أربع مرات فعارب أسمائي لعبتي يعني كنت نسايد قالك لما نزل للملعب حافظ أسمائي اللعيب طبعا معارف نقاط الضعفة ونقاط القوة عند كل اللعيب فيهم حاجة تانية ثلاثة فرقة اللي انت هتلعبهم عارفهم وليع ضدهم الحاجة التانية أفريقي وعنده الخبرات الأفريقية الحاجة التالتة انه عنده دهاء وعنده زكاء وشفنا حتى تصريحاته لما كان بيلعب الناد الأهلي كانت تصريحاته دايما فيها نوع من الزكاء ونوع من المنورة الحاجة التانية بيتمتع كرته قريبة قوي من كرة الناد الأهلي بيلعبش الكرات اللي هي طويلة والحاجات دي دي مش كرتنا الناد الأهلي دايما بيمتع جمهوره بالأداء الحلم بقول دايما وبعيد وكرر الناد الأهلي مسته انه بيدي لك وجبة ريحتها حلوة وطعمها حلم فانت بتستمتع بس المقدمات دي كلها ما كنتش بخلينا الناس كابتن عدل تتوقع التغيير يعني التغيير دايما يحصل بشكل تدريجي خلينا نتفق برضو انه عروض النادي الأهلي رغم انه كان بيكسب الأهلي ما كانش بيخصر وحقق الدوري قبل ما البطولة تنتهي بستة او سبع جولات وكنا بنكسب بنلعب لإسماعيلي وبنكسب وبنلعب أمبي وبنكسب وكنا مشيء بس الأداء ما كانش على أحسن مستوى كنت تحس انه الفرقة بتلعب بدون روح او شخصية البطل شخصية النادي الأهلي اللي تعودنا عليها ما كانش موجودة الغريب بالنسبة لنا كان فكرة التحول مرة واحدة كده يعني راجل من أول ما تولى المسئولية لعب خمس مطشاط تحس فيه مرة واحدة انه على المستوى الجماعي الأهلي يستعادى الروح والشخصية وعلى المستوى الفردي لعيبة كتير جدا ابتدت تباني للجمهور فائقة وفي أحسن حالته هي فائت ليه؟ لأنه أولا رجع للتشكيل المثالي للنادي الأهلي الحاجة التانية هو عنده من الخبرة وعنده من الزكاء ومن التحضير أننا عارف قيمة النادي الأهلي وعارف إمكانياته وعارف إمكانيات كل لعب اللعيبة اللي ممكن تعمل للفكر اللي في دماغي من الاستحواز ابتدى يحطها في تشكيل ابتدى يبقى فيه محاضرات جماعية ومحاضرات فردية بياخد لعيب لعيب لوحده ابتدى يشوف العناصر اللي هي مهمة جدا صالح جمعة أحمد الشيخ فتحي ابتدى يلم العناصر دي كلها الحاجة التانية مفاتيح لعب النادي الأهلي مفروض أن أي تسأل أي حد في الشارع يقولك مفاتيح لعب النادي الأهلي دايما أطراف ابتدى هو يعمل فكرة تاني خالص وتلاقي كل الجوال اللي بيجيبها من العمق يقيم بالضغط يقيم بالاختراق احنا شفنا جول مروان في الماتش اللي فات في الماتش الوداد عمر السلية بيعملها له لب بيسقط ياخدها يحط الجول ويرجع جول من حسين الشحات في الماتش الأولاني انفراضين من كرة في العمق فده برضو نوع من قرية المنافس النادي الوداد نازل أفل لك الأطراف فأنا أنت أفل الأطراف طب أنا هبتدي أشتغل زي البوكس يا أحمد أنت بتفتح لي بتفتح لي بطنك ولا وشك أنا هاخد النقط الضعف واستغلها كذلك الكرة الراجل ده ابتدى يشتغل الشكل ده إدى نوع من الثقة للعيب الثقة دي بمعناها إيه لما أنا أطلب منك أنك أنت شناوي ابتدي من تحت ومتخافش ومتقلقش أنك أنت عندك القدرة أنك تبدأ من تحت يا أيمان يا ياسر يا عفاتح يا علي معلول أي حد إلعب من تحت وأنا بتحمل المسؤولين هو عارف أن اللعيبة دي لعيبة كرة علي قوي وعندها الإمكانيات دي فأنت لما تكون أنت ابنك عنده تسعة من عشرة أخليه تلاتة من عشرة منطق قريب جدا أنا جلأة وماشى على أعلى مستوى النادي بقاله أربع خمس سنين بيحضر أنه يعمل يكون فرقة فرقة على أعلى مستوى ونجحنا نجح غير طبيعي نحن عاملين قوام فرقة توسط السن الأداء الخطورة الجوال اللي أنت بتجيبها الجوال اللي ما بتجيش فيك الخطورة اللي أنت بتشكلها باستمرار أنت في الوداد وهنا وحتى وإنت مطروض منك في ماتشي بيرمت وضيع منك درب الجزاء وواحد متعور وواحد مطروض وإنت بتهاجم وضيع وكرة في العرضة ده معناه إيه؟ معناه أننا الأولاد كانوا فيه فترة معينة الثقة كانت مهزوزة شوية أنا بمجرد ما جيت أنا حسس الندر قالي أنا عارف أن عندي دكة المدلاء لا تقل عن أي حد ما فيش عندنا بديل في الناد الآخر ما فيش بديل الخمسة وعشرين كلهم وده اللي كان مرجح فيلر أنه كان بيعمل عملية التدوير وهو مش الآخر أي في بداياته حقيقة كانش فيه تشكيل ثابت وكان فيه تدوير للأسناء وأنا كنت بقول بقول ده جوارديولا بيلعب لي بالـ 28 لعب بيلعب بيهم بشكل رائع جدا وبيعمل عملية التبديل والراحة وده هيلعب وليد هيلعب كذا وفلان هيلعب كذا ومرمان هيلعب الماتش ده الماتش اللي بعده هيبدأ نص ساعة كهرباء يعني عملية كانت منظمة جدا الراجل ده من يوم ما جه وهو واخد الطريق اللي هيلعب بيه الفاينل عملية السقة وطبعا التدريب تعريبا ما فيش تدريب لأنه كل ثلاثة أيام كان بيلعب ماتش في الدوري وبعدين دخل على الوداد ومن الوداد للوداد وليوم صفر ويومين راحة يعني ما فيش فرصة أنك أنت تعمل حاجة إنما فيه رطوش خفيفة تفاهم ما بين أيمن وياسر فتحي بيلعبه باكلفت ليه لأن عرف في وقت من الأوقات علي معلول ممكن يكون مجهد نجح فيه التحضير اللي دي ابتدى يدخل كهرارة شوية شوية ابتدى وليد سليمان يدفع بيه الماتش اللي فات عملية علمية منظمة طيب أنا عايز حاجة تقرر لنا كده السيناريو الأنسب والأمثل من وجهة نظرك أنا عندي الأهلي كاشر عن أنيابه يعني أعتقد أن الأهلي مع مسلماني كاشر عن أنيابه وبقى واضح بشكل كبير أنه النادي على كل مستويات أرقامه أنا مش بكلم على فكرة وجهات نظر أو أراء يعني أنا بكلم على أرقام تقول أنه الأهلي فرقة إله جدا ونتيجة المواجهة مع الوداد في قبل النهائي ومعروف طبعا أن الوداد واحد من أكبر عن دادة أفريقيا تؤكد أنه الأهلي في مستوى من الجهزية عالي جدا ده بالنسبة لي مصدر اطمئنان وفي نفس الوقت مصدر خطور أولا الفرقة التانية هتبقى قرية ده بشكل كبير أو يعاملة للأهلي ألف حساب سواء كنا نتكلم على رجاء أو زمالك وهسألك برضو بالنسبة للفرقتين أنت تفضل أنه الأهلي قابل 100 نمرة 2 أخاف كمان أنه ده يعلي قوي من مستوى الثقة فيقلل شوية من مستوى التركيز وبقى فيه نقطتين نقطة أنا تكلمتك فيها قبل الهوى أنه أحيانا بعض مننا بيطلع ويقول الناد الأهلي أنا عايز أنا وانا مسافر عايز أطلع بالنتيجة إيجابية الناد الأهلي ما يعرفش غير للفوز نتيجة إيجابية يعني إيه يعني أنت بتدي رسالة للجمهور ورسالة للعيبة بتاعتك أنك إنت لو تعادلت ده بالنسبة لك كويس وده طبعا ده يرضي لا طموح الناد الأهلي ولا جمهوره ولا أقدرته ولا أجهازه الفاني بس أنا أكلمتك بمنطقة صراحة كابتن عدل أنا كنت رايح المغرب ونفسي نرجع هناك بتعادل إيجابي يعني نفسي نرجع معك متعدلين واحد واحد نرجع متعدلين اثنين اثنين لكن سيناريو الفوز ما كانش متوقع قوي مع الودات في مباراة تربية ولادنا من الصغر بنربيهم على كده الفوز مع الأداء أنك أنت لازم تبقى بتفوز والخصم مأة والمنافس مهما كان قدره أنت مع اللعب الجماعي مع عيلة الناد الأهلي مع الأداء الفني أنت بتتمرن أحسن تمرين المقابل المادي بتاعك الدعاية بتاعتك الشهرة بتاعتك كل العوامل اللي بتساعدك على النجاح الناد الأهلي بموفرها لك إيه اللي نقصك إنك أنت رايح الودات تكسب الودات في الودات إيه اللي نقصك فيش حاجة نقصهاك إطلاقا الظروف الملعب زمان مثلا في 82 لما كابتن جوري خد البطولة الأفريقية في كتوكو كان ملعب انت نزلت في ملعب ما فيش ملعب تقريبا والناس يعني عاملة سحر وحاجات والأرض ما فيش أرضية أنت رحت هناك وجبت التعادل وانت كسبين هنا ثلاثة آه يبقى هنا فيه نتيجة أجابية آه لأنه ما فيش لا فندق ولا أكل ولا صفر ولا يعني وعوامل طبعا ما فيش نور لها معاكسة بشكل لما يكون الملعب الملعب كويس وبرضو من خلال حضرتك بنوجه التحية لفريل وداد على اللعب النظيف الفريتين بعد الماتش بيتبادلوا تشيرتات الشعب المصري والشعب المغربي على أعلى مستوى من الحب والثقافة والارتقاء والحاجة الجميلة جدا فإنما أكون أنا أنا بربي ابني من الصغر على النهوية دايما يطلع الأول على المدرسة النادي الآلي كده ما ينفعش أن أنا أقول أنا رايح المغرب أو رايح تونس عشان نتيجة إيجابية أنت تفاكر واحد وستين النادي الآلي جاب نادي بنفيكا بطل أوروبا سنتين تعرف الماتش ده يعني ما عادت يوتيوب لكن ما كنتش موجود أكيد طبعا أنا كنت موجود وأنا صغير ولعب لقبل الماتش وحطينا الورد للإيزيبيو والجماعة دول طبعا إيزيبيو نجم الفورتغال طبعا سيبناهم ثلاثة ومع نجوم العالم كله كانوا موجودين بطل أوروبا النادي الآلي لما بيلاعب بريال مدريد وبيكسبه وروما ومونشنج لباخ فأنا ولدنا الميزة اللي بيتميز النادي الآلي على مدى تاريخه العيلة وأن اللعيب لما بينزل الملعب يعرف يعني إيه قيمة النادي الآلي مفيش حاجة سمانة تجيئة إيجابية من فضلكم اللي يطلع على الشاشة النادي الآلي ما يعرفش إلا الفوز والفوز بشرف وبتنافس شريف لا بقى فيه جانب تحكيمي ولا فيه جانب كذا إنما إحنا بنعاني دايما من التحكيم شوفنا في ماتش الوداد الراجل ضرب الجزاء ما لاش علاقة ومع ذلك ربنا أكرمنا وتصدد الفريق هو النجم فدي كلها حاجات تميزك خليني برضو أتكلم على المباراة النهائية أنا بتكلم إنه برضو فيه واجه صعوبة في الفاينل بتاع دوري الأبطال إنه مباراة وحيدة ما فيش ذهاب وعودة وبالتالي ما عندكش فكرة إنه لقدر الله موجودش موفق أو لقدر الله إنه ما كانش يومك ما فيش تعويض هل ده يفرد سيناريو مختلف طريقة لعب مختلفة هل مستر موسيماني حيكت أعتقد أنه هيفكر يعني تاكتك مختلف في مواجهة الزمالك أو الرجاء وأيهما تفضل بالمناسبة بما أن إحنا اتفرجنا عليهم في مباراة الزهاب اللي أقيمت في الدار البيضاء أيهما تفضل من وجهة نظرك مواجهته ولا ما تفرقش معنا لا 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 البطل يقبل أي حد البطل نادر أهلي بتاريخه 42 بطولة أكبر نادي في العالم واخد بطولات اللي نادر الآلي هو الرجاء الزمالك أي أن كان اللي هيقابله كل فرق عليها نقاط ضعف ونقاط قوة دايما ربنا سبحانه وتعالى تتعاقع أن طريقة اللعبة تختلف أو الأهل يفكر يعني بالتأكيد ده في مفاتيح لعب وده في مفاتيح لعب ده في مواطن خطورة وده في مواطن ضعف ولا الأهل هيفرد أصطوبة أين كان اسم المنافس أو اسم الخصم كنت تفتكر يا أحمد من أول ماتش أو لعب المقاولين العرب لحد الوداد اختلف طريقة لا مختلفتش طريقة لعب ولا اختلف عملية الضغط وقلنا هناك هيلعب زون وهيلعب مش عارف إيه أنا كنت متوقع أن الرجل هيضغط من تحت لأنه واثق في قيمة النادر الآلي وفي اسم النادر الآلي وفي لعبته وفي إدارته الإدارة عملت كل حاجة طيارة من حد الطباخ كل الأمور الإدارة وفرتها ووفرت جهاز يعرف قيمة اللعيبة اللعيبة متحملة المسؤولية نفذت كلام الراجل الراجل قال أنا عايز الحاجة الفلانية اللعبة اختنعت نزلت نفذت وبالتالي أنت لما هتلعب الرجاء أو هتلعب الزمالك أيا كان الفرئتين هو عنده من طرق اللعب اللي هي ما هيش ما هيش ما هيش سر يعني لعيب أنت بتهاجم الأطراف يوم تزديد المدافع من الخلف هم خمس ست حاجات أنت بتهاجم بيهم أنت في الماتش الوداد أنت عارف أن السردبكين فيهم مشاكل فأنت بتلعب الأطراف وبعدين بتروح رايح أفصل ملعب السلية رح مرة عملها ديانجي رح عملها يعني طيب في الحداشر يوم اللي بيفصلونا إن شاء الله لو لم يتم التأجيل لأنه إحنا سمعين كلام إنه احتمال يتم تأجيل بس يعني في جميع الأحوال إحنا مفترض بنحقل بنلعب على يوم ستة الغد دلوقتي بشكل رسمي بيتخل لهم ماتش طلاق الجيش خليني أسمع رأي حاجة في الده وهل بتعتبروا فرصة للتجربة استعداد لماتش النهائي ولا بتراه فرصة لإراحة اللاعبين من موسم طويل جدا وشرب جدا وتديهم فرصة ياخدوا بريك وتدي فرصة للدفع بعناصر تانية هسمع إجابة كابتن عدل طايمة على السؤال بعد ما نروح لفاصل السريع ونرجع مع حضراتكم مرة تانية في السادسة جوه عقل كل أهلاوي ما فيش غير سؤال واحد هنعمل إيه في ماتش النهائي على أحرم الجمر كل جماهير النادي الأهلي مستنية إن شاء الله بإذن الله نلعب بقى مباراة النهائي وإن شاء الله نفوز ونتوج بالبطولة بس من هنا لغاية لما الحكم يدي إشارة البداية عندنا مشوار مهم جدا وعندنا مرحلة استعداد وتجهيز ويمكن كنت بتكلم مع كابتن عدل طايمة بسأله رأيه في مباراة تلاقي على الجيش اللي هنعبها إن شاء الله يوم السبت وهتكون مباراة تتويج وبالطولة الدولة العام هل شايف إنه يتم استغلالها لتجربة وتجهيز اللعيبة في بروفا كويسة لمباراة نهائية ولا لأفضل نحن رايح القوام الأساسي وندي فرصة في مباراة الطلاع يعني شايف إن التوجه داخل الجهاز الفني يميل أكتر وإزاي ممكن نستفيد بالمباراة دي مش هيخش في زهن اللعيبة إنه هناك أساسي وإحتياطي دي مش هتخش في زهنهم لأنهم متربيين على كده الحاجة المهمة إنه هو عندك وحيد في الباكليفت عندك أحمد فتحي عندك وليد سليمان عندك حمدي فتحي ما لعبش للمرشل الفتحي الخمس عندك باجي عندك جرالدو عندك أحمد الشيخ يعني عندك الناس اللي هو مفروض أنه بيجهزهم بحيث أن أنا عندي لو أنا قوامي السابت 11 وعندي 8 يبقى فيه بينهم تنافس إنهم يخشوا معايا في ماتش وكل حاجة ويتقوم دول في المطشط كتير كانوا بيلعبوا أساسيين ودول علشان كده يعني الرسالة اللي بنقولها للعيبة ما فيش حد أساسي واحتياطي أنت بتتمرن كويس هتلاقى نفسك في التشكيل خاصة النادل قالي بيلعب بالعشرين إلى اثنين وعشرين في العالم كل دولوقتي في الكلام ده فطبعا أنا بحيي جدا إنه هو في فترات كده حمد فتحي رح ملعبوش خلص الماتش الفتحي نحيبه أخر أظن خمس دقايق ويبقى بيحضروا للماتش اللي بعديه ثم الماتش الأخراني فدي برضو وليد سليمان نفس القصة مريحه وعندك تتوقع أنه يعني هو يعني يمكن كنت بتكلم كابتن عادل يبدو أنه رجل مسيماني يعني مقتنع جدا بإمكانيات صالح جمعة ويبدو أنه فتح الباب قدام صالح عشان يستغل الفرصة هو قال له كده وعده نصا أنه لو أنت زنت معايا أنت هتودع الدكة دي مش هتشوفها تاني هل تتوقع أن احنا نشوف صالح جمعة في مباراة اللي جاية برضو من ضمن الحاجات اللي أنا ابتديت كلام معاك أنه الرجل اللي عنده زكاء هو شاف إمكانيات اللاعب وشاف إمكانياته المدرب الكويس بيعرف اللعيب من لمسة الكورة فلما شافه أقتنع به أعتقد الماتش اللي جاي هيدي له فرصة كويسة وإن شاء الله في الموسم القادم هتبصت لقيه من العناصل أسسية الولد مش محتاج أكتر منه إنه يلعب 5-6 ماتشات ما أعتقدش أن حد هيشيله لو انتظم مع الثقة اللي بيده له المدرب هتبقى حاجة جميلة جدا إلى جانب أنا طبعا نسيت كهرباء أنت الكهرباء بيلعبه هفتايم النهاردة ممكن يلعبه الماتش اللي جاي يلعبه الماتش كامل باجي ممكن يلعب الماتش كله دي أنج احنا شفناه ما شاء الله في الماتش اللي فات فعندك ممكن يرتاح الماتش ده يلعبه هفتايم يبقى قاعد بديل بحيث أنه برضو يبقى القوام بتاعه 18-20 ما بين 11 والأساسيين يبقوا قاعدين بودلات صحيح بعيدا عن الخطة طريقة اللعب وبعيدا عن الأسماء أو التشكيل اللي هتنفذ الخطة دي جوا الملعب من وجهة نظرك إيه هي المفاتيح أو إيه هي المواطن القوة اللي على الأهل يستغلها في مباراة أو في جولة واحدة هتحسم لقب دوري أطال أفريقي إيه هي الحاج النصائح اللي حابت تقولها للعيبة إيه الحاجات اللي شايف أنه الأهلي لازم يشتغل عليها الفترة اللي جاي عشان يتمكن من تحقي البطولة النمرة واحد ونمرة اثنين ونمرة ثلاثة جمهورك يعني في أمس الحاجة لهذه البطولة انسى نفسك وانسى أسرتك وانسى كل حاجة وركز لأنك أنت فعلا أنت الجدير بالبطولة دي أنت كل مرة توصل للنهائي وبنطلع يأما بصفارة غلط يأما تقصير مدير فني كارديرون كونا كاسبانين ثلاثة وإلى جانب طبعا كان فيه هناك جماهير كانت عملت يعني المشاكل لكن التركيز روح الفينيلا الحامرة اللي احنا شعرنا بيها في الماتشات تلعب عشرة مع بيرميدز وانت عشرة وانت بتهاجم وانت الروح دي اعتقد أنها رجعت وسواء ماتش واحد أو ماتشين الماتش الواحد عليه وعليه حتة التوفيق أو عدم التوفيق التوفيق دايما ربنا بيبعثه للمجتهد واللي بيذكر كويس واللي بيحضر كويس واللي بيحترم الناس واللي بيتواضع طول ما انت بتتواضع ربنا هديك المكسب فعمر التوفيق ما هيديع منك طول ما انت بتاخد بالأسباب انك انت بتتقل بيبقاش في انانية بتلعب الكرة الجماعية الكرة الجميلة بتنسى نفسك في وسط ترس اسمه عائلة النادر الاهلي عائلة النادر الاهلي دي مفيش زي مع حسين الشحات مبارح بيقولوله انت جاي بهدف رقصت مش عارف ايه قال لهم لا المهم الفرقة الفرقة تكسى مش مهم بانا جيب جول عجبني قوي البطولة دي بنهديها الجمهور النادر الاهلي طبعا وعلى رأسهم مؤمن ذكرية خد بالك الصحة لربنا مدهالك شوف مؤمن بيعاني منها ازاي خد بالك ان جمهورك بيعشاءك من فضلك هطل البطولة دي بإذن الله بتوفير ربنا ثم بجودكو وتركزكو وروحكو القتالية كل واحد يلعب الكرة الجماعية اللي احنا كلنا بنسني عليها الإدارة في ظهركو جمهور في ظهركو وقبل الإدارة وقبل الجمهور وقبل كل حاجة ربنا ان شاء الله بيوفاكو بإذن الله تعالى ان شاء الله شرفتنا ونورتنا وكل التوفيق اللي نجمنا ان شاء الله بإذن الله لم نكن أبدا أقرب إلى بطولة أفريقيا زي ما احنا هذا الموسم الموسم اعتقد ان اللعيبة مدركة تماما حجم المسئولية في تحقيق حلم الملايين حلم الحقيقة تأخر علينا كتير ونتمنى ان شاء الله بإذن الله ان البطولة تكون حمراء تكون بلون فنلة النادي الأهلي وانه درع دوري أبطال أفريقيا يستقر في الجزيرة وانه تيشرت النادي الأهلي تزيد عليه النجمة التسعة شرفنا ونورنا كابتن عادل طايمة شكرا على وجودك معنا كابتن عادل بكرا ان شاء الله هابلكم أنا وصارة محسن زاملتي العزيزة طبعا في السادسة مساء وحلقة جديدة تحياتي لحضركم